السلام عليكم شيخة نرحب فيكم في بودكاست Story of Synergy وأشكركم صراحة على يعني أنكم ييتوا وخضت الفرصة ويأنا فإزاكم الله خير الشرف ليست عبي يوسف أنا جدا سعيدة اليوم بوجودي هنا وياكم إن شاء الله تكون الحلقة طريق بالمستوى إزاكم الله خير إزاكم الله خير بنبدل هذه الأسئلة من ناحية خبرنا عن عمرت من هو شيخ الحديدي شيخة إنسان جدا عادية مثل كل البنات عمري سبب شريف مواطنين الشارجة شيخة من هي عمرها خمس سنوات وهي تكتب تكتب لمجرد الكتابة تكتب في كل شيء في أي شيء تكتب عشان تفرغ تكتب عشان تستانس تكتب في كل الأوقات اللي محد يكتب فيها فهذا الشيء أنا ما أحس أني أنا أتعب وأنا أسوي ما أحس أني أنا أفكر وأنا أسوي بالعكس هو الكتابة تفضي مخي إذا ما كتبت أحس فيه زحمة زحمة أفكار في رأسي فالكتابة ممكن نقول أنها موهبة أو ملكة مثل ما يقولون الشعار يقولون شيطان الشعر درس الشيطان الكتاب في أوقات مختلفة أي الكلام في البال إذا ما كتبته بيتم بالي مشوش فهذا بدايتي أو هاي قصتي في الكتابة يسا شاء الله خير والله يعني هان نوع من الأجوبة اللي صراحة تلهمنا أن نلحق نفس المسار هذا مسار الكتابة ومسار الرحلة تجاه الذات مثل ما يقولون فإذا ممكن تخبريننا كيف بدايتي رحلة الكتابة كيف بدايتي يعني المسار الوظيفي أو الكتابة شو ألهمت أن تشتبدين تكتبين أنا من مثل ما أقلت لك من يوم صغيرة أنا أكتب في مواضيع يعني وائد مختلفة ومتعددة وما كنت ما كنت أدري أنها شيء مميز يعني عادي كنت أكتب حتى ما في وائد كتابات مم محتفظة فيها لين ما الذكر ثالث ثانوي كان في عندنا امتحان في التعبير عن الوطن الذكر يعني هول ذكر هاك اليوم عندي فذكر أني كتبت كتبت بإسهاب يعني يمكن ثلاث صفحات أربع صفحات مع أن كل حال كان يقول شو نكتب شو وكانوا حتى يعني في بعضهم كانوا يعيدون نفس الكلام اللي كنا حافظين أو شيء فأنا ما حسن أني فكرت حتى عقب يعني يوم يوم كنا نتناقش نحن كبنات يعني هم كانوا يقول كيف وما كيف ما حسيت أن شيء صعب وبعد ما كنت حاسة أنه أوه أنا سويت إنجاز يعني إليه ما قبلت العربي زاه الله خير طلعت ورقتي من الأوراق وقالت لي شيخة شوها تكيف كتبت ها كلها وكان الوقت بسيط يعني يمكن أربعين دقيقة شي شي فقلت لها عادي حتى كانت ورقة الامتحان ورقة وحدة وأنا يعني طلبت أكسترا بيبرز فهي تمت يعني يتعبر لي وشي وأنا مفاهمة يعني أفكر أن الاشي ها ستقول ها كلها عادي لقد قل لي لا ما بعادي ممكن الحادي عندها هالقدرة أنه يكتب فمن هني يعني من هني بديت شوي أفهم أنه بديت أقارن وهي قامت تدزني على مثلا مسابقات ما أدري شوة شي أشياء فمن هني بديت أركز أنه في شي سباشل صح صح فخلال هاي الرحلة الاكتشاف اللي اكتشفتي عندك هذه الموهبة فكيف طورتي هالمهارة داخلتش يعني من هالاكتشاف لين اليوم كيف طورتيها من عقب هاكي اليوم بديت أيمع اللي أكتب ما كنت أيمع كنت يعني أكتب وأعقب الزبال عادي فمن عقب هاكي اليوم بديت أيمع بديت أرد أقرأ في البداية لأني كنت بس أكتب بس بغرض الكتابة فما كنت حتى أرجع أقرأ شو كاتب فهال هال المقال اللي عن الوطن كان يمكن أول مقال أرجع أقرأ فيوم رديت قريت الإحساس اللي وصلني وقلت ها أنا كاتبت أنا كيف فهني بديت أيمع اللي أكتب أرجع أقرأ مرة ثانية وأراوي مختصين عشان يصححوا لي إذا كان في أغلاط وبعدين قمت كل ما أسافر أدون أدون مب مب يعني شو شفت شو لا لا أدون شو إحساسي هاي شا الساعة شو شو استفت هاي شا الساعة في أشياء يعني أحيانا شي تحسن فيه ليتات ترتح في رأسك يوم تشوف أشياء معينة ها كل الأحاسيسها كلها أدونها وعقب في الجامعة كنت أراوي بعد دكتوري دكتور اللغة العربية أراوي أي شيء أكتب أراوي فبعد كاني مبهر إن شوها يعني ويقولي وأنا أقرأ أشوف الشيء اللي أنت توصفينه من يعني من الدقة في الوصف فعبتني السالفة فقمت كل شيء وأي شيء أكتبه وأنا مقاوشي وأسير أراوي عقب كل كلاس أسير أراوي إذا مثلا هو يبقى أحيانا يكون فيه في الجامعة إنه مثلا هو يبقى مساعد في شيء معين أو يبقى حد يكتب له عن شيء معين أو مثلا حق الدفع اللي أصغر منه كنت أساعد حبيت يعني حبيت المجال وعقم ما هاد الكتور بالذات يعني قال لي إنه هاشي لازم ما يوقفوا شيء هو اللي دقق لي على كتابي وهو اللي يشجعني شو تترين قال لي كنت يعني ميودة للدرافت ميودتنها وخاشتنها هو اللي قال لي قو أهد شو تترين فإذا يمكن تقدرين تتكلمين شوي عن أول إصدار لكم يعني خلال يعني بعد هذا الحادث مثلا بي الدكتور كيف شو تتكلم عن الكتاب الكتاب كان كان حصيلة يعني تفكر خالي نقول أن كنت يعني أنا دايما دايما في أصواتي مخي ودايما في حوار حوار يعني مستمر فدايما كنت يعني في كلمة ليش عندي على كل شي يعني هالشي ليش هالشي شو نستفيد دايما على كل شي وأي شي فهالليش تطير ليش ثانيا وطيب أسئلة وأجوبة الواحد ما يتوقعها فكنت في مرحلة أن أنا أبو أعرف يعني ما نحن شو نستفيد شو يعني ليش على وائد أشياء ليش على مثل ما قلت ليش ترجع للذات أنا كيف أكون في أقصى مراحل وناسي أنا أبو أكون سعيدة ليش ما أكون سعيدة في كل الأوقات فهالشي خلاني أن أنا أكون كأني في رحلة بحث عن السعادة أو عن إحساس الاكتفاء أن أنا كافية وين ما كنت بغض نظر عن المكان فرحلات السفر كانت كأنها بحث يعني عن الساتسفاكشن فأوكي كنت الفولفلمنت هاي الفولفلمنت صح فكنت يعني يوم أرجع من السفر مبنى يكون فيها أحساس هالنشوان يعني أحساس وائد حلو بس عقب فترة نرد للروتين اليومي ونرد للحياة الطبيعية يبدأ يختفي وترد الحياة الروتينية فهني خلق يعني هني السؤال اللي تم في بالي أن ليش يعني هالحساس الحلوش إذا كيف أقدر أييبه بدون ما أسير بدون ما أسافر بدون ما يعني بدون هاكل يعني تستحضرين الشي هي يكون في قلبي أنا يعني فحتى اسم الكتاب أن الشيخة في بلاد العجاب في المظاهر قوس يلا البلاد العجاب آخر شي هي اللي شيخة اكتشفته أن بلاد العجاب ممكان بلاد العجاب نحن يعني أنا يوم كنت أدور برع برع شيخة كنت أدور عن شي يسعدها اكتشفت أن كل شي داخل ما في شي برع إذا أنا كنت بنفسي راضي ومكتفي وسعيد وكل شي وين ما كنت بكون سعيدة ومستانسة وراضية ما في شي من برع لبرع بس مكمل طبعا هاي فلسرتي لا لا بالعكس بالعكس بس يوم تكون أنت أصلا مضايق لو وين ما صرت لو شو ما سويت ما في شي وانسك لأن أنت أصلا مضايق صح صدقكم لو يعني بقولكم قصة أنا دوم يعني تطرع على بالي يوم يوم تتكلمين عن البحث عن الذات داخليا أن نعتبر الدنيا كأن عادي أي شي يستوي فيها هل عندكم استراتيجيات معينة للتخطيط يعني قبل ما بديته هذا الكتاب مثل ما أقلت لك أنا يوم أكتب إييني إييني نص كامل في باري أكتب لازم على طول عقب ما أكتب أرد أقرأ وأنقح وأعدله فهاي طريقتي وعقب أراوي حد من الها بس أن لأنه ييني بروحة أي ما تعب أمري عشان أطلع الكلمات ما أحس أن في بلى عقب ما أكتبه وأعدله وشين بلى أتبع إذا في مثلا خطأ أملائي أو غالبا ما يكون فيه الحمد الله يعني الحمد الله فخلال هال يعني التطبيق للإستراتيجات شو يعني من أكبر التحديات اللي واجهتك من ناحية التطوير مهاراتي شو الكتابة خلنا يعني نقولها من هالطريقة أحيانا في يعني نصوص يومتي يعني في بالي تكون بلهجة معين هي وإذا غيرتها يعني مثلا سويتها عربي فصحة أو ما تكون نفس ما توصل نفس المعنى والإحساس هي فهذا هذا كان يعني كنت أحس أن لا لازم يكون كله نفس الشيء لما قلت نزيل ويعني فلا خليت يعني الجملة اللي تيب لهجمعية تتم بنفس اللهج سواء كانت مصرية أو المعاراتية أو عادي يعني خليها نفس ما هي صدق فشو هي تجربتكم في التعاون للإصدار الكتاب اللي موجود عندكم كانوا كتاب آخرين محررين مختصين مثل ما قلتي أو الشركاء اللي بداعيين اللي ساهموا في هذا العمل هي التجربة بحكم أن أنا كنت نوع ما صغيرة يعني كان عمري يوم بديت أكتب كان عمري خمسة عشر فاللي أول يعني أول ناس اللي جاءت لهم وشي ما كانوا يعني يوم قررت أن خلاص هالكتاب لازم يشوف النور ما كان أخذين الموضوع جد فحتى يعني في دور نشر كان وأن أنت صغيرة يعني حتى ما بنشوف النص أنت صغيرة لا يعني من البداية فهي الدور نشر يعني ما تموا يهم العمل بهالسبب فما أقول أنه شي مبزين كان تحدي صح إلي ما حصلت دار النشر هاي دار سعودية بس هم موجودين في دبي اسمها دار قهوة وسبح الله يعني منعقب خمس سنوات محاولات بنقول شاوت آوت دار قهوة بنسوي لكم منشن بخمس سنوات سبحان الله يعني الموضوع كل ترتب في شهر كل التعديلات لأن التايبنج يوم يرد ينطبع ككتاب يكون أحيانا الحروف تلصق يا بعض شي يعني هاي الأخطاء فكل هالتعديلات والدرافت اللي انطبعت أول مرة يعني ديزاين هذا كل كل خلص في شهر ونزل الكتاب نوفمبر عشرين عشرين في معرف الكتاب الشارج فكان بالنسباتي يعني صراحة أنجاز والله صدق صدق خبرة طيبة وحس صدق لقيت الناس اللي استثمروا فيك واللي سهلوا ومكنوك ان طلعين الكتاب السؤال السؤال اللي بعده ان كيف تحصلين التوافق بين تجربتكم كمؤلف وي التزاماتكم مثلا الشخصية المهنية أو الإبداعية التوافق ان كيف يكملون بعض كيف ان مثلا مهنتك يمكن الحالية تساهم في كتاباتك والعكس ان 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 ككاتبة كيف يسوي كومبلومنت أو ما اظن ان مهنتي لها علاقة لان يعني البروفيشن ما لي اخصائي التغذية وما لعلاقة بس انا اعتبر ان الكتاب مخرج فحتى في الدوام يعني حتى اذا انا حسيت ان انا وائد مضغوطة عندي دفتر افرغ فيه شو ما كان يعني هاي شو الضغط اللي حسيت به افرغ فيه فاحيانا يعني يقولون ان هال هال نوع من الفنون يعني هو فن يعتبر هال نوع من الفنون بدون الضغط ما يكون فيه ما يكون فيه ملكة فان اذا يمكن اذا ما ان ضغط ما ييني هال الهام لان في الايام العادية وفي الاجازة او في ما ييني اذا انا مبياسة اسوي شي يعني فنقدر نقول انه الضغط الدوامي اي لا سبحان الله سبحان الله صدق اتفق اياكم فهذا من الجانب المهني فخلنا نقول من الجانب الابداعي مثل ما يقولون من الجانب الابداعي بنربط اسم الدار مع الدار قهوة غالبا القهوة والكتاب صديقين صح والقهوة تنشرف في كوب صدق فانا عقب تجربة طلعت ب بزنس ديد توا صغير يشوف النور ان الاكواب اللي هي تكون المنمال استعرق والله اللي هي عشان يوم تحطها عدال كتابك يكون حتى شكلها حلو حتى شكلها يفتح النفس صح وودنا يعني تنفح عقبار حار كل حتى اذا على الشبرية تحطها عادي تيلس مبأني يعني ممثلة صدق يعني يضيف للجمالية الامكان كذلك يعني يضفي حق البيئة اللي انت موجودة فيها احتياجات الكاتب او القارئ لانا الكاتب والقارئ سلسلة صح يعني ما يستوين عن بعض زين بس أنا لازم ما راويهم طبعا هذا من ديزاين شيخة بتتكلمين عن كيف الديزاين وكيف يعني استلهمتي ناس ما قلت مني مينمالست اول شي القاعدة تيلس حتى لو على الشبرية مو بلازم شي بس ثاني شي القبضة هاندفل هي هي قبضة الكوب هاندفل مو بلازم بس بس بلق شيء كاملة هي صح شيء هاي فها يعني ما دري انا احس انه هذا يوم تنسك الكوب تشرب الريح و يوم تكون جسديا مرتاح شو ما كان اللي تسوي يكون سموث اكثر صح شو الالوان الموجودة عندك في بنفسجي على طول انحنا بنشتري اليوم بنحط في البيت في بنفسجي في اصفر في ابيض واسود وفي بني وبيج في ديزاينات ثانية لنا الحين هذا لنا الحين هذا بس ما شاء الله الله يوفقكم وبالعكس نحن نشوف كيف انت ككاتبة استوحيتي يعني شيء اللي انت تبين تشوفين اكثر منه لبيئتك وهذا كأنه اظهار للبيئة اللي انت تبين طلعينها في الواقع وتبين تشوفينها وصديق البيئة بعد وصديق البيئة بعد ما شاء الله عمل استدامة نزين لا لا الله يوفقكم ها خلاص بنشتري الحين يا الله واصل نزين فننتغل للسؤال الثاني اذا تقدرين تتكلمين عن عملية تطوير الافكار الموجودة عندكم المشاريع اللي ديدة اللي انت ناوية تبينها ان شاء الله في مشروع اشتغل عليه حاليا يختلف تماما عن المشاريع اللي اللي خلصتها غالبا عشان مثل ما قلت لك عشان الالهامية لازم يكون في اكشن فاما دوام او اي تجربة يديدة اي تجربة يديدة تلهم تلهم الكاتب انه يعني انه يتكلم ويعبر ويكتب فمريت بتجربة كانت يديدة علي ويدي يديدة علي وطبعا الفضل فيها كله لموي اول واحدة اول واحدة انا كتبتها عبر الله يومي الله يحفظها ان شاء الله وهي اللي محتفظة باوراقي فهالتجربة هي ساعدتني هي كانت تقولي سوي شي يقولي شي فهي تجربة ما خلصت بس ان الفكرة منها ان هي كتجربة يديدة كانت من يمكن 2017 فهي اللي خلت يعني هالتجربة فتحت لي مدارك انه انا اول شي ما تخيلت عمري في هالمكان ثاني شي ان يعني ان كيف انا تصرفت هالتصرف على ان الطرف الثاني الفرق السم بيننا كان مائد كبير ودليل ان التصرف كان في محله ردة الفعل كانت مائد حلوة فهذا يراوينا ان نحنا كاشخاص اكبر واكثر مما نحنا نتخيل الحدود اللي نحنا حاطينها حق عمرنا هي الشي الوحيد اللي ما يخلينا نسوي اشياء اكثر ف يوم يقول الكوكب كله فيك انت فهذه التجربة خلتني اشتغل على العمل بعد ما ما شاف النور بس ان شاء الله قريبا باذن الله بس اذا يمكن تقدرين تتفصلين في التجربة نفسها او تجارب مثلها عشان نقدر نتصور ويات شي يعني شو الترقر اللي حصلتي هو هاش شخص اللي التقيت فيه كان دكتور و كبير في السن يعني كان هو في بلاده كان راهب راهب او قسيس شي تجارب فكان ياي هني هو صح دكتور بس كان ياي بعد عنده فضول ان يعني يعرف و شي فانا ما كان في بالي الموضوع ابدا ان انا اشرح له او اكلم ابدا بس كان كل ما يجاب لني ان انا ابو اعرف يقول و يب يعني يب قصاص يعني مثلا سيدنا عيسى كيف تشي تشي لانهم في ديانتهم في اشياء عن ف اول شي ما كنت اخذ الموضوع يعني جد عقب حسيت ان مو بيغس هو حتى مو بيغس يحصل جواب مكان ثاني واستمر يسأل 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 فقمت شو لها لسأل لسير عن دموي عشان يكون الجواب يعني مرتب امو يخرج جد شريعة او ما شاء الله فاخذ منها الجواب واي اعطي فكان كل مرة يعني كل مرة ينبهر بالجواب وانا احس لانا نحن تعودنا على هالاشياء صح يعني مثلا سواء كانت آية كنت أقولها وانا عادي يعني الانبهار اللي كان في عين مع انه يعني شخص دين يعتبر الانبهار اللي كان في عين خلاني احس ان هذا كيف اصلا ما حصل اجوبة لنا الحين هو بهال عمر هو كبير بس ثاني شي شو اللي خلا يسألني يعني ليش انا ثاني ان الله سخرني وانا حتى سخر مي ويا انه نحن فعلا نجاوب على اسألته في يعني اخر لقاء كان بيننا تقريبا اخر لقاء كان بيننا طلب المصحف مترجم فصرت يبتلي يبتلي ويوم يوم قرأ قرأ كامل في ثلاث ايام تم يشكر حتى في دخل تم يشكر ان انا هال معروف ما عرف كيف ايرد وبالمقابل المصحف المترجم كان في البيت يعني انا ما حسيت اني انا تعب تم روايد يعني اجوبت كانت احنا نعرفها كلها مسلمات بالنسبة لنا بس بالنسبة لهم كان يعني كان علم حتى يعني هو يحس ان ما يقدر يحصل وين ما وين يحصل وحتى المصحف في مكتبة البيت موجود يعني يعني انا ما تعب تم مري بس سبحان الله سبحان الله سبحان الله يعني زاكم الله خير يعني هذه المثلة نادرة حتى نشوف منها بس صدق ان نشوف ان صدق ان الله القدر اللي سخر لك حق هذا الانسان سبحان والوالدة بعد يعني سبحان الله كل شي يتراصف ان يسوي هذا ال يعني خذته سبحان الله لحين بنتقل السؤال اللي بعد إذا ممكن تخبرين عن أي تحديات واجهتيها في كل مسيرتك في الكتابة خاصة يعني من بعد العمل أو خلال العمل من بعد العمل يمكن هو ما كان يعني ما كان مشكله كان تحدي أن يعني ما كان في بالي موضوع التسويق يعني ما كان حاطت إنا في بالي لأن أنا أكتب اللي أكتب ما في سبب ثاني بس بارت التسويق كان بالنسبة لي أن أوكي يعني ها شي ثاني لازم نتعب عليه صح بس بعد مرة ثانية الشكر موصل للدار قهوة قهوة ما 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 لنه تسويق تم يوم وعقب على طول في نفس خلال المعرض معرض الشارجر الكتاب الحمد الله المبيعات وصلت ثلاث أضعاف اللي نحن متوقع الحمد الله تأثير وتوفيق الحمد يعني لو أنا بضيف لجوابت يعني دوم نحن نشوف للكتب والإصدارات اليديدة على أساس أنها كأنها شركة في حد ذاتها شركة نزين لها تسويق ولها وكل شي يدش في المشروع يعني ككتاب فدوم لازم الكاتب قبل ما يخوض الشي يفكر فيه أن هالكتاب بيطلع شي هالكتاب بيطلع منه مثلا ملكية فكرية ملكية فكرية ممكن تسوي شي يعني لو أعطي مثال ماريو ماريو قبل كان مربع صغير لون برتقال يتحرك يميني سار بس الحين نحن نشوف أفلام ويقدر هو بس كملكية فكرية ماريو بروحة ملايين الدولارات فيوم الكاتب يكون عنده هذا شي في باله قبل ما يبدأ أو ويخوض الكتابة في مشروعه بيكون وائد أحسن ويسهل العملية حق دار النشر أن يلقى فرص ترخيص فرص كبيرة برع مجال مثلا النشر أو الكتابة في مجالات الأنترتيمنت أفلام أناميشن ألعاب فصدق يعني نقطة مهمة أنه لازم يحط في باله ويتخيل كيف يعني العمل ماله يساهم في يتجسد في أشياء ثانية إذا يمكن تخبرين عن تجربتكم بالأخص في العمل مع الناشرين والمحررين ذكرتي عندش مثلا يمكن خبرتين من الكتاب اللي أصدرتو فإذا يمكن تبحرين ويا أنا شو كيف الخبر مثلا ويا القبليين ويوم أنت مثلا دشيت دور النشر مثل أي شي في الأرض يعني موجود في دور نشر اللي تعتبر عريقة شوي ستايل هم ويلد فاشن فحتى يوم يركزون على أن مثلا يعني مثلا يقول لك من شروط النشر أن الكاتب يكون عند خبرة ما أدري كم سن من وين بيب الكاتب إذا كان أول أصدار ثاني شي في بعضهم يركزون وائد أن يكون في مادة علمية لا بسيطة مادة علمية يعني مو بأن مو بأن بس كتابة لا يعني مراجع مصادر فهاشيين يعني احنا ما نقلل من قيمتهم بالعكس بس هاشيين يعني يحكرونك في زاوية معينة لأن مو بكل حت بيكتب مواد علمية صح وثاني شي الكاتب عشان يكون عند خبرة لازم يبدأ صح فأنت يوم تلزم الكاتب أن يكون عند خبرة خمسة عشر سن نزم من وين بيبها إذا أنت ما سمحت لألحين أنه يبدأ عقب خمسة عشر سن يكون عند خبرة خمسة عشر سن فهاشي اللي لاحظته أنه في عدد كبير من دور النشر شوي طريقتهم بدائية بالمقابل دور النشر اللي يديد الناشئة هاي لهم اللي يدورون الشباب هم اللي يدورون بالعكس يعني نحنا الآن في عصر السرعة حتى يوم بتعطيني معلومة عطني المعلومة بسرعة أنا إذا علقت في باري بسير بدور لها مصدر بس أنا تقول لي موسوعة لا يعني هذا ستايل ثاني تماما عن الكتاب اللي نحنا نتكلم عنها أمي بالأمي أمي بالأمي شو المراحل مثلا اللي يمكن تي معاهم دار قهوة كلمتهم عقب ما كنتهم كلمة يمكن خمسة عشر دار نشر خمسة عشر دار نشر خمسة عشر هم أسرع ناصر الدو هم أسرع بروسيجر كان عندهم كل شيء كان عندهم أونلاين ما كنت أبدا أحتاج أن أنا أسير أو حتى كل الأوراق الرسمية اللي هي حق الدوائر الحكومية وشي حق التسجيل كلها خلصنا أونلاين وما ما خذنا أكثر من شهر الكتاب انطبع وجاهز حق معرض الكتاب بالمقابل الدور النشر الثانية كان حادي يقول لك والله ستة شهور عشان أقرر هيا ولا لا حادي يقول حادي حاط مبلغ الطباعة مبلغ يعني وايد خياري يعني هو صح مكلف بس مبلغ الدرجة يعني في النهاية خصوصا إذا كان الهدف من الكتابة هو الكتابة في حد يكتب بهدف الربح أنا ما أقول أنه غلط ولا أقول أنه لا بس يوم يكون هدفك أنك تكتب للربح تشوف الأشياء بمنظور ثاني أما يوم يكون هدفك أنك بس تكتب لأنك تبع تكتب يعني في أشياء ما تفرق صح نعمية بالمية فتقدرين تتكلمين عن رؤيتكم المستقبلية عن مسيرتكم إن شاء الله في الكتابة من الحين ورايح إن شاء الله يعني هو الهدف موجود وواضح بس يعني ما أقول أنك هل سنة لا أكون وصختها شوي يعني الهدف أنه أتليست خمس سنين يكون في عمل مو بشرط بنفس الطريقة بس يكون في عمل صدق فنس ما قلت أنت عندك مشروع أنت شغال عليه وفي إن شاء الله ناوي على سيريز معينة ممكن تبين تبدينها إن شاء الله مساهمات في مجتمع الكتابة أو دور النشر يمكن ناوي عليها أردي سوينا من تقريبا سنة بالتعاون يا كتاب ما شاء الله ويد كبار يعني ما كنت أتخيل أني ألتقي فيهم في يوم الأيام جمعية الكتاب سموها في دبي بعدهم مكانهم هم الكتاب من كل الإمارات وأتوقع فيه منهم من برع بعد من مصر يعني كبار الكتاب ما شاء الله ما شاء الله ويكون فيه لقاء تقريبا كل ستشهور يكون فيه مناقشة كتاب براينستورمينج فأحس هالشي وياهم يغذي مخي بطريقة حلو يعني الحمد لله خلاص إن شاء الله بإذن الله بننظم لكم إن شاء الله لو سنحت الفرصة إن شاء الله فكيف تشوفين الكتاب بتتطور في المستقبل من منظوركم مثل ما قلتلك احنا الحين في عصر السرعة فحتى حتى اللي يقرأ يبغي بسرعة يوصل حق الزبدة أوكي ممكن نحن من الأساليب إن أنت تشد القار إنك أنت تخلي الزبدة في آخر الكتاب عشان يقرأ الكتاب كامل بس بعد أنت تقدر تخليه طول طول ما هو يقرأ الكتاب ما تشوق يعرف فهال التركس اللي هي تلعب على على الأحاسيس هي هاي اللي يعني الكتاب اللي هو سيرة طويل البداية يعني حتى تقدر تخمنها من كثر ما هي وايد ترديشنل هاي ما يعني ما أتشوفها في المستقبل وايد بتكون موجودة لها ناسها طبعا بس مو بهي سائدة هذا من منظور طريقة السرد طريقة السرد يمكن خلنا خلنا ندخل شوي يمكن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمكن أحيان الموضة رديدة أن الكتاب يكون مسموع فما يكون فيه أصلا هارد كوفي يكون بس صوت يعني أنت سواء تشتري أو حتى غالبا ما يكون صوت شخص يكون صوت الذكاء الاصطناعي صح فأنت تشتري كMP3 وتنزله وخاص يكون عندك تسمع تماتبات تقدر وطبعا يكون فيه شخص أنك أنت تنزله كPDF بس التجاهل الغالب الحين حق هالكتاب المسموع الكتاب المسموع صدق ف ممكن تخبرين عن مثال محدد على فرص التعاون والتعاض داخل المجتمع الكتابة في دولة الإمارات وكيف أثر على نجاحكم يعني كمؤلف أنت ذكرت تول شو كان الجمعية الكتاب يمكن تزيدين على هذا المثال وأمثلة ثانية شفتيها غير مجتمع الكتاب صراحة كل الكتاب الناشئين اللي تعرفت عليهم عقب الكتاب وحتى قبل ما أنشرب فترة بسيطة كانوا جدا متعاونين حين الأسامي ما تحضرني بس في اسم من الأسماء اللي هي واي تساعدتني الأستاذ سيف النقبي ما يتساعدني يعني هو ما أدري هو يدري أنه ساعدني الكثير ولا لا بس ما يتساعدني صراحة هو بعد كاتب وعرضت عليه كتابي قبل النشر كان قبل النشر يمكن بيومين أو أربع يوم فعطاني هنت تعديلات وشيء الهنت اللي سويتها هي اللي خلت الكتاب يضرب فاشكرها يعني جزيل الشكر الله يزاهر الله خير فهذا من ناحية الأشخاص ومجموعة من المجتمعات في فرص ثاني يمكن من مجموعة دور نشر أو فرص ثاني يمكن المؤلفين أو الكتاب الناشئين يقدرون يستلهمون منها أو يستغلونها إذا يبدون مسيرتهم في الكتابة في دار نشر في تبي هي دار نشر وهي كوفي هي نسيت شو اسمها بس هو في أبتاون هي بنذكر بنسوي لما شن إن شاء الله هذا يعتبر من أكثر الأماكن الحاضنة لها الأنواع بشكل دوري يسوون دورات بشكل دوري يسوون ورش وبشكل دوري يكون في كتاب موجودين ويساعدونك إذا عندك أي سؤال ككاتب أو كقارئ أو حتى إذا مثلا بس تتناقش في شيء هم دائما موجودين فهي لها من الناس اللي صدق يعني صدق وجودهم وايد مفيد وحتى في عندهم دورة وايد حلوة تخلي الكاتب يوجه كتاباته للأطفال فهذا يعني جانب ثاني تماما تماما إن أنت يعني كيف تنزل تنزل الستاندرد على مستوى اليهار هو سهل وهو في نفس الوقت وايد صعب صح لأن اليهار يعني الأشياء التي تجذبهم غير عنا فهذه من الدورات التي هم يقدمونها في هالكافي سيد شوز بنذكر إن شاء الله اسمها وبنمنشنها إن شاء الله إن شاء الله فالسؤال اللي بعده هو يتكلم عن التكنولوجيا والابتكارات والذكاء الاصطناعي ذكرتي إن الكتب المسموع هي اللي بتكون هذا بس الذكاء الاصطناعي ترى عنده تأثير أكبر عن شي ما دير إذا سمعته تشات جي بي تي من القمة الحكومية نزين طبعا هو تغريبا بيغير كل شي بيغير كيف نحن يالسين نشتغل بيأثر على وضايف خاصة منهم فئة كبيرة مثلا من الكتاب الكوبيرايترز وغيرهم ويقدر الـ AI الحين إذا بتعطينا كلمات بسيطة يكتب لكم قصة كاملة أنزين فإذا يمكن تعطينا رايكم عن هذا التوجه اللي يديد اللي يمكن يأثر على قطاع يعني الكتابة بشكل عام ويمكن يأثر على فئة معينة من الكتاب بشكل خاص مثلا ما قلت لك اللي اللي تمسك بمبادئ اللي هي بدائية يمكن هو أكثر حدوية بيتأثر اللي مو مستعد أنه يجدد أنا شوفت ذكاء الاصطناعي بالعكس يساعد شفت مرة كاتبة أجنبية كانت هي تقول هي تقول هذا والذكاء الاصطناعي يساوي لها التايبين فيعني هو على السهولة والراحة فإحنا أي شيء يدينا نقدر نسخرة لخدمتنا بس نستخدم بالطريقة الصحية فأنا ما أتشوف ما أتشوف شيء مخيف بالعكس أتشوف يفتح آفاق يديدة أمي بلمي أنا أمي بلمي معاكم هو صدق أن سلاح أتشوف أن الكتاب الصدق يقدرون يطلعون جيمة الذكاء الاصطناعي في أن يسهلون على أعمارهم من ناحية يحصلون إلهام معين يكتبون عدد كبير من التكست في وقت قصير نزين ونفس الوقت هو سلاح سلاح ذا وحدين خاصة أن معظم الكتاب أنا منهم يعني أكتب بإيدي يعني لازم ورقا وقلم عشان الأفكار تسترسل فهذا بروح أن أنت تكتب ورقا وقلم حتى قلم رصاص ورقا وقلم وبعدين تسوي للتائف نقول يروحها سالفة يعني صح تاخذ وقت وبعدين الورقا والقلم إذا ضاعت ورقة مدرشو يعني هاي سحديات صح بس أنه نحن تعودنا عليها عادي يعني ما نحسنها شي غريب ف بالعكس الذكاء الاصطناعي بيسهل وايد بيسهل صدق مزين دبا ناخذ رأيكم عن منصات الكتابية الاجتماعية اللي يديدة اللي اللي طالع في عملية الكتابة يعني بشكل عام أو في المجتمع شو رأيكم فيها منصات الاجتماعية هي طبعا عدنا منصات اجتماعية مثلا طبعا اقدارسل الشركة الناش اللي نحن افتتحناها في بوظبي هي منصة اجتماعية للكتاب نبوا نسرع وطيرة التكاتف والتعاضد في مجتمع الكتابي داخل دولة الامارات ويكون المجال مفتوح نسما ذكرتي بعض دور النشر عندهم تحفظ أو كريتيري معين لازم يلتزمون فيه مما يمنع فيه كبيرة من الكتاب الناشئين انه يفتحون أو يبدون مسيرتهم الكتابية ويحتكون فيه المختصين واللي اردي عندهم خبرة فالمنصة الكتابية اللي نحن نباني افتتحها تحاول تكسر هالحاجز وانه الدخل اكبر كمية من الناس ككتاب ناشئين او يحتكون في الكتاب الكبار واللي عندهم خبرة وهم من منظورهم يحطون قد ما يقدرون كتاباتهم ويحصلون عليها نقد بناء بحيث ان يبنون ملفاتهم لينما يصعدون ل يسوون كتب ويصدرون اعمالهم فهذه المنصة اللي نحن نبداها فيه منصات عدة حول العالم عندها نفس الفونكشن فاذا يمكن تقدرين تبدين رايش ان شو شو بيكون دور هالمنصات وشو المسؤوليات اللي مفروض تكون عليهم في ان يضيفون مثل اذكر كان في منصة جنبية كانت ايام الجامعة كانت الدكتورة كانت تخليه مننا الواجبات علينا ان نحن ندخل و نقيم نحن نحط شي وحد يقيم فأول ما كنت فاهم يعني ليش بس عقب شفت ان في بوينت ان يوم احيانا يعني يوم انت ما تعرف من اللي يقيم احيانا يخفف الضربة فشفت شي وايد حلو يعني اوكي انا بحط واباخذ الكومنت وخلاص يعني صح فهال نوع من المنصات تخليك انت تتطور كأن خلف الكواليس صح فبالعكس وايد مفيد وايد وما اتوقع ان احنا هني عندنا امثلة وايد عليها الامثلة اكثر عند الاجوان صدق لان هذا الموجل عندهم يعني لو انا بتكلم مثلا نعطي مثال هوليوود هم ليش هالكثر نجاح عندهم مثلا اننا بنقول الاقتصاد مثلا كاليفورنيا بروحها سبعين ضعف اقتصاد فرنسا بكبرها ليش لانا هوليوود موجودة في كاليفورنيا فهوليوود كيف تكونت من فرص التعاضد اللي استوات بين الكتاب المنتجين وال الگرافيكس الگرافيكس وكل هذي تيمعوا وسهلوا العملية على بعضهم البعض سهلوا التواصل سهلوا فعندهم يعني خلاص كل شي واضح نحنا شي لازم نسوي فانا شوف ان المنصات هذه يبدأ منها الحوار والتعاضد يبدأ منها بحيث ان يربط كل ال اطراف كل الاشتراف كل الشركاء الاستراتيجيين عادي تكون حكومة عادي تكون ممكنين من الشركات مثلا 2454 مستثمرين كل حال فالتسويق ما لهم تشوفين واصل لين عدنا بحيث ان يمكنون نجاح هذا المشروع اللي يوم يشوف البعض شبه مستحيل على الخيال اللي منبذق يعني داخل السعودية فنفس الشي هني هذا الشي اللي نحن نبان حققه وهذا شي وايد مهمترا وايد أساسي حتى يكون support group حق الكاتب لأن يعني مبكل الكتاب عندهم أم أو أخت أو دكتور يساعدهم فيوم يحس أن أنا عندي support group أقدر أقول لي أبا ويعطي مساحة آمنة للمشاركة يعني هو يعرف أن حتى لو كان النص اللي يبني يعني مع السلامة يعرف أن محد بيحكم عليه صح أن مساحة آمنة أن الواحد يعبر ويحصل مثل ما قلت نقل بنا هذا ثلاث عشان شي مب لأي سبب ثاني فدورهم في المجتمع الواحد حلو وكبير وهالدور هالمنصة ممكن تزيد عدد الكتاب صح أمي بالمية هذا إن شاء الله الفيجن اللي نحنا ناوين عليه الله يوافق فإذا تقدرين تخبرين عن كيف الكتاب الناشئين يقدرون يحصلون على التمكين والرشاد حاليا من المجتمع الكتابة وين واحد كاتب يديد كيف يدور منه يكلم الكاتب أول شي لازم يثق في نفسه لأن مثل ما قلت اللي متعود يكتب ما يعرف إنه الشيء اللي يسوي في وايدين غيره ما يقدرون يسونا أو ما يعرفون يسونا هو يتحسب يعني عادي عادي أكتب مثل ما أسوي أي شي ثاني فهو مجرد ما يستيع عندها لك لك إنه واثق من نفسه سبحان الله يعني الله بيسخر للناس وأنا أحس إن دكاترة اللغة العربية أو أساتذة اللغة العربية موجودين يعني إلا ما يكون عندنا دكاترة أو في المدرسة أو في الجامعة حتى أحيانا في الدوام يكون في علاقات وأصلا جاملة الشارج في عندهم تقدر تتواصل إياهم ويساعدونك على هالشي فبالعكس المجال واسع بس الواحد أول شي يثق في نفسه ثان شي يسعى والأماكن كلها موجودة والأماكن كلها موجودة ف إذا تقدرين فإذا تقدرين تتكلمين عن دور المجتمع في أن يوم طلعت الكتاب شو نوع الدعم اللي حصلتيه من من قراء كام من أهل كام وهذا ف ون النجاح اللي وصلتوه يعني يوم الذكر يوم حفل التوقيع كان 11 11 11 12 2020 كان صراحة بالنسبة لي عرس ما كان يعني بس حفل التوقيع كانت فعالية يعني من كثر الناس اللي أول شي ما كانت متوقعة هالعدد ثاني شي من كثر الناس اللي التلفزيون يصور شو عندها هاي في المعرض ومسوي وحشرة يتصور تلفزيون الوسط معنا ما كان بلاند يعني هم كانوا يبون يصورون وشافوا أنه هنا في شي ويو منو منو صور تلفزيون الوسطى اهام ما شاء الله وتلفزيون الشارج أو 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 في منصة الكترونية بعد نسيت شو اسمها بعد يو صوروا من غير السوشال ميديا ما الأكسبو نفسه أو من غير كان في بعد في أكسبو شارج كان في مثل منظمين أو مثل نادي بعد نادي للقراء بعدها إذا كان عندهم لايف وشي بعد يو صوروا فكمية التصوير والتغطية اللي يات من ناس ما أعرفهم أكثر من الناس اللي أعرفهم وكان العدد اللي يعني بدينا ساعة ست خلصها سناعة ثماناش في الليل ويوم سكر لهذا وإحنا كان في بالنا أن حفل التوقع بيكون ساعة كمية الناس اللي وحتى أطفال فكمية القبول سبحان الله والسابورت اللي حصلت فيها ذاك يوم معنا حينطافت ثلاث سنوات ولكن كل ما أذكر أقول سبحان الله يعني هاي يوم الله قال أسعى يا عبدي وأنا بسعى معاك فيعني الواحد يسوي اللي عليه والنتائج الحلوتي مع أن ما كان الشيء بلاند بس يوم تسوي الشيء بشغف وبحب يوصل لها المرحلة وأعلى اللهم زد ومبارك الحمد الله فإذا عندكم نصايح أو تجيهات للكتاب الناشئين وليبون يبدون الكتابة إذا بتعطينهم نصيحة عشان يحققون النجاحهم الأول شو النصيحة اللي بتعطينهم إياها أول جاي لا يستحون لا يستحون من أي شي يكتبون لأن أحيانا أن الكاتب وهو يكتب يحس فيه نص أحلى عن نص فممكن يعني يبخص حق النص الثاني لأن هذا وايد هو يتشوف حلو هذا يعني عادي يمسح من كثر ما هو إنه لا فأقولهم لا تستحون يعني مثل ما أنتو هذا عابنكم وهذا يمكن شوي ما بعابنكم خلوا أنتو مخسراني شي النص ككل لا تستحون تعرضون على من نوع اللي بيين جذب حق هالنوع من النصوص فمثلا ما قلت لك أول شي هم بس يثقون في نفسهم وفي كتاباتهم والباقي إي بروحه سبحان الله سبحان الله فكنا بنسألكم شو الفرص والمصادر المتاحة لتعزيز فرص نجاحهم طبعا أول شي نفسهم بس إذا نتكلم عن أشياء خارجي يمكن تقدرين تعطينهم أو توجههم لدائركشن معين لرعايات معينة يمكن أنت حتى حصلتيها أو أماكن معينة لازم يسيرون هناك عشان يستلهمون منها كيف فهمت أول شي دار النشر اللي يختارونها لازم تكون متعونة لأن البروسيس يكون مو بكل يكون سموذ وفي مطبات في مطبات في وائد مطبات في يوم يكون يكون التيم اللي أنت تشتغل وياه يوم يكون التيم اللي أنت تشتغل وياه على قلب واحد يسهل هالمطبات هي المطبات لازم تمر يعني عادي في أي موضوع في أي شيء في مطبات منغصات عادي بس يوم يكون الفريق اللي أنت تشتغل يخفف هاي المطبات يهون عليك كل شيء بعكس إذا أنت ما أحسنت اختيار التي اللي تشتغل من كل النواحي يعني من قبل ما تبدأ الشغل إليه آخر شيء يعني حتى ما بعد البيع فمهم يختارون التيم عدل لأن حتى هم كأشخاص بيقضون وياهم وقت وائد طويل فعشان حتى هم تأثيرهم يكون إيجابي عليهم صح ف وصلنا تقريبا آخر الحلقة أعطيت المجال أن تقولين كلمة أخيرة وتعطينا مرة أنا أبا أقول كل كاتب وكاتبة مستحين يعرضون كتاباتهم على أحد أو يحسون أنها مبلهة درجة حلوة أبا أقولهم go ahead ما في ما في شيء حتى لو كان في أي شيء يحتاج تعديل عادي الطبعة الأولى بتكون شيء طبعة ثانية بتعديل عليها عادي هي الخطوة الأولى دائما تكون أصعب والباقي هي سهالات فخذوا الخطوة الأولى هال لي أقولهم يا لأن عمركم في حياتكم ما بتندمون كثر ما بتندمون إذا ما أخذتوا هالخطوة صح فخوضوا الخطوة خوضوا التجربة خوضوا التجربة وكل حد بيسانتكم إن شاء الله إن شاء الله إذاكم الله خير على انضمامكم إن شاء الله للحلقة وأشكرك من صراحة عنكم عبالناكم على هذا أنا أشكرك على الدعوة لا إذاكم الله خير إذاكم الله خير Everyone is a storyteller